لما نتعلم لغة جديدة بنستخدم موضوع الترجمة الحرفية بشكل كثير كبير لكن أحيانا ممكن هذا الموضوع يسبب لنا مشاكل في بناء الجملة لأنه في بعض اللغات تختلف بالتعبير عن اللغات الأخرى لذلك دائما بشجع على أنك تستخدم الطرق الحديثة بالتعلم أنك تحاول تتواصل مع بعض الناس المتحدثين للغة الأم ممكن كثير منكم الآن يجي يكتب لي أنه إحنا مش قادرين نوصل لمتحدثين اللغة فشو رح نعمل؟ بعيدا عن كل الطرق الأونلاين اللي ممكن تعملوها ممكن أن تسمعوا لبعض الحوارات بين الألمان لحتى تقدروا تربطوا وتشوفوا كيف يبينوا الجمل في مواقف مختلفة من الحياة اليومية وهذا اللي قاعد بحاول أعمله في كثير من الفيديوهات والسلاسل الموجودة على قناتي وفي بعض الفيديوهات ذكرت فيه مصادر مختلفة لحتى تقدروا تشوفوا كرتون أو برامج ألمانية فيديو اليوم مختلف رح نتكلم عن الفرق بين قبل ما نبدأ خلوني أعطيكو هند سريع في بعض الأحيان لما تيجي تترجم جملة تكون بمعنى أنا أكون وتتبعوها صفة نستخدم إحبن لكن في مواقف أخرى بيكون معناها خاطئ وبنضطر نستخدم مية أست تصريف الداتيف شو الفرق بينهم وكيف أجبت ومتى رح نستخدمها هذا اللي رح نعرفه في فيديو اليوم خلونا نبدأ نعطي أمثلة ونفرق بينهم كثير من الأحيان متعلمين اللغة ما بيفرقوا بينهم وما بيكونوا مدركين أنه ممكن كل واحدة فيهم تعطي معنى مختلف لذلك اليوم رح نستخدمهم في جملة مختلفة ونترجمها ونقيس على ذلك المثال الأول شو الفرق بينهم لما نحكي مية أست كوت احنا بنعني أنه أنا جيد هاي الترجمة الحرفية أنا جيد لكن لما نحكي احنا الآن بنتكلم عن الشخصية كشخص مثلا أنا شخص جيد اختلف المعمة شوي وممكن ينضاف إلها صفة تانية خلونا نكمل الأمثلة لحتى تتوضح الصورة بشكل أكبر لو بدنا نحكي مية أست شلشت مية أست شلشت تيجي بمعنى أنه أنا سيئ ممكن تدل على أنك بحالة سيئة صحتك سيئة وإلى آخره لكن لما نحكي اح بن شلشت زي كأنك بتحكي أنا شخص سيئ تحكي عن شخصيتك كشخص خلونا ندخل بأحد الأمثلة الدرجة جدا والأخطاء الشاعة أيضا لو بدنا نحكي مية أست كالت زي كأنك بتحكي باللغة العربية أنا بردان أنا أشعر بالبرد شعور البرد لكن لما تحكي اح بن كالت زي كأنك بتحكي أنك شخص بارد بارد كشخص كمشاعر كتصرفات وممكن أيضا تدل على أنه جسمك بارد لكن المعنى الدرج بين الألمان أنه أنت شخص بارد كشخص كبرسونالتي كشخصية مثال آخر لو بدنا نحكي مية أست هايس مية أست هايس زي كأنك بتحكي أنا أشعر بالحر أنا حران لكن لو بدك تحكي إح بن هايس هان تحول المعنى لموضوع مختلف كليا زي كأنه بتحكي عن أنك شخص إلها معنى مثير شخص مثير جنسيا أنا بقصد كيف نحكي باللغة الإنجليزية فاهمين الفكرة هاي هي الفكرة لما نيجي نحكي مية أست هايس زي كأنك بتحكي أنا ملان أنا أشعر بالملل لكن إذا حكيت إح بن لانك فايليش زي كأنك بتحكي أنا شخص ممل فانتبه انتبه لأنه في فرق خلاص هذه الكلام لو بدنا نلخص كل الموضوع بكلمة واحدة لكل جهة لما نحكي مية أست إحنا الآن بنتكلم عن حالة أو عن شعور شعور لحظة بينما إذا بتتكلم عن إيش بن فإحنا بنحكي عن شخصية عن كاركتر عن شيء موجود فيك موضوع آخر مهم جدا في حالتنا اليوم عشان ما يصير عندكم لخبطة لو بدنا نحكي أنا أكون ونضيف صفة هل بنقدر نحكي أنا جائع باللغة العربية مثلا لأنه الناس بتلخبط بنقدر نحكي أنا جائع وأنا أشعر بالجوع لكن باللغة الألمانية أنت بتقدر تحكي إح بن هونغرش لكن الدارج بين المجتمع الألماني أنهم ما بيستخدموا فعل الكون ما بيستخدموا زين بينما بيستخدموا بهاي الحالة هابن وموجود بكثير أنثلة يعني إحنا بالعادر بنحكي باللغة الألمانية إح هابي هونغع إح هابي هونغع وليس إح بن هونغرش لكن لو حكيتها هي صحيحة بس الدارج إح هابي هونغع إح هابي دوست وصلتكم الفكرة يعني منقدر نحكي إح بن دوستش لكن الدارج إح هابي دوست جوتي مخت هيك بنكون خلصنا فيديو اليوم أنا بعرف أنه صر لي فترة ومش قاعد بنزل لكن بحضر لمحتوى كثير كبير هينزل الفترة الجاية سواء على قناتي هاي أو القناة الثانية وبرجع بكرر أهم نصيحة في تعلم أي لغة هي أنك تمارسها وإذا ما كان عندك شخص تمارس ارجع تابع فيديو الاستماع لأنه الاستماع ركيزة أساسية بالتحدث إذا سمعت كثير رح تقدر تتكلم بانتظار تعليقاتكم اختراحاتكم إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير لأي شخص مهتم في تعلم اللغة نراكم في فيديوهات القادمة سلام اشتركوا في القناة